لم يسلم الحاضر من المأساة ولا الماضي من التزوير ولا حتى المستقبل من غياب الأمل قد تعجز الكلمات عن توصيف مأساة جرف الصخر شمالي بابل ومثيلاتها من المناطق المغضوب على سكانها من السلطة والميليشيات أهلها لا يمنعون فقط من العودة بل سلبوا حتى حق مطالبتهم بها ليس بسلاح الميليشيات فحسب بل بقرارات حكومية قد يستغرب الناس سماعها في القرن الواحد والعشرين هي تشبه إلى حد كبير ما فعله الصهينة في فلسطين النحية المنكوبة أغلب أراضيها زراعية تعود لفلاحين هجروا بفعل العمليات العسكرية وبدلا من إعادتهم إلى مناطقهم فسخت وزارة الزراعة المئات من عقودها معهم ومنحتها لجهات متنفذة ضمن خطة تغيير ديمغرافي بدأت منذ أيام الاحتلال الأولى ذريعة الوزارة للاستيلاء على الأراضي كانت إخلال المزارعين بالعقد بالرغم من أنهم نازحون تمنع الميليشيات عودتهم لم تكتفي الوزارة بهذا بل فرضت شرطا تعجيزيا فضفاضا يتمثل بتصريح أمني مشروط يضمن براءة المواطنين من الشبهات الأمنية غير أن أكثرهم لم يستطع الحصول عليه ما مهد للاستيلاء على أراضهم بغطاء قانوني صحيفة العرب الجديد نقلت عن نائب في البرلمان قوله إن قرار الحكومة يؤكد إصرار الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران على إكمال مخطط التغيير الديمغرافي في مناطق حزام بغداد الجنوبي امتدادا إلى جرف الصخر لا سيما أن من يملك زمام الأمر هناك قيادي في ميليشيا بدر يدعى أبو علي الجبيراوي جرف الصخر التي تعتبر مركزا رئيسيا للميليشيات لا يقتصر العمل فيها على إنتاج الصواريخ وإخفاء المدنيين بل تعدى إلى نشاط اقتصادي تضمن إنتاج التمور وتربية الأسماك تحت إشراف الحكومة التي تزود الميليشيات في تلك المناطق بالمواد الأولية وتشتري منها المحصول هذا كله لا يعد كبيرا أمام تقارير تتحدث عن ازدهار زراعة المخدرات التي تدر الملايين على الميليشيات ما حدث جنوب بغداد وشمالي بابل ليس الأول من نوعه بل أتى مكملا لمخطط كتب في إيران وينفذ بأيدي أدواتها يعمل على تغيير ديمغرافي طويل الأمدة ستكون له تبعات كارثية على العراق ونسيجه الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر